صباح الخير على كل سادة المشاهدين اللي بيشوفونا يوم جديد نهاركم سعيد النهاردة 14 ديسمبر 2018 احنا موجودين مع حضراتكم على مدار ساعتين على الهواء مباشرة انا ببقى سعيدة جدا في شهر ديسمبر في احتفالات كتيرة وكريسمس ونيو يير انا بحب الايام دي جدا صباح الخير يا اشرف ازايك صباح الخير يا دينا صباح الخير على كل سادة مشاهدي قناة النهار لايف اللي بيتابعونا وليس صحيح بادري عشان يتابعونا برضو يتفرجوا علينا الارصاد الجوية وتحذر امبارح والنهاردة الجو شتوي مثالي هايل بس شمس طلع هايل شمس جميلة شمس جميلة فيوم جميلة علينا وعليكو يا رب انطلقوا في الويك اند وتبسطوا وفرحوا زيب اللي بحاجة واخد بنا حاجة الزبطة بس نخلص الويك اند بقى ونشتغل يعني بقيت الاسبوع نشتغل ونعمل بس ونحتفل في الويك اند اوكي خلينا نستعرض مع حضراتكم فقراتنا للنهاردة معنا فقرات جميلة جدا انا انا هكلم عن فقرات بتاعتي لا لا انا ده اختصاص يعني عارف لو اما عندشاني كل كل واحد وفقراته وفقراته بالزبط خلينا نتكلم عن مدينة دميات وعندها مبادرة حلوة جيدة اسمها مدينة مدينة بلا عمف ضد المرأة وده عنوان المبادرة اللي اطلقتها دكتورة منال عوض وهي طبعا محافظ دميات وطبعا فيه مما لا شك فيه طبعا فيه اتجاه للدولة اللي قطع على العمف ضد المرأة ويمكن كان فيه اكتر من اسبوعين فيه اكتر من مبادرات وحاجات كتيرة جدا اللي هي علاقة بوقف العمف ضد المرأة فهيكون دفتنا استاذ مونة الحسيني وعضو المجلس القومي للمرأة فرع دميات وامينة المرأة بالجامعية المصرية لحقوق الانسان بالدميات رابطة التنس المصري واو الجامعية اهلية للاهتمام بناشئي التنس ورياضة التنس بشكل عام خلينا بالتأكيد هيكون دفتنا النهاردة دكتور عمر شعبان رئيس مجلس قدار الجامعية التنس المصري ومعنا الاطفال اللي فايزين بالعديد من البطولات في الفترة اللي فاتت انا بقى مش عارف هتأكد مرح محمد غنيم ولا فرح بس انا اعتقد هي مكتوب قدامي مرح الاتنين حلوين هيا فكرة ويوسف محمد ابراهيم وهنتكلم كتير على الفقرة دي لان فكرة الدعم اللي ما بيجي من جمعية تدعم رياضة معينة ده معناها انك انتظري ابطال في الفترة اللي جاية الدعم بيبقى نفسي دعم معناوي مش بس مادي دعم بالادوات كمان لمن يمارس رياضة التنس منذ الصغر وانا بما ان في دعم هلعب تنس لان رياضة التنس كمان متهالي من الرياضات اللي محتاجة دعم لان ادواتها غالية جدا وفكرة انك تأجر ملعب ايه متهالية ايه اللعب فردية بتكون محتاجة دعم كبير جدا بس الدعم ده بيجيب نتيجة لان الرياضات الفردية احنا بنتفوز فيها بطولات كويسة جدا زي سكواش مثلا ومراكز كتير جدا زي سكواش مثلا احنا متفوقين جدا في رياضة السكواش نفسي رياضة السكواش اصلا تكون موجودة في كاسة يعني في بدولة العالم عمتا يعني بقى هو قصود التنس بقى كمان قصود التنس كمان كابتن عاصم عفت والحصل على المركز الثالث ببطولة الالفت الدولية طبعا الناس كتيرة جدا عارفة رياضة الكروسفت بس واضح ان احنا كان فيه كمان مسابقة الناس ما هي الالفت هنعرف ايه هي بالزبط من كابتن عاصم عفت والحصل على المركز الثالث وانك هل على خلق عظيم هكذا وصف الله سبحانه وتعالى الرسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام الحبيب محمد مرة اخرى عليه الصلاة والسلام دي فقرتنا الدينية النهاردة اللي يكون معنا فيها دكتور محمد عبد الرب ومنه علماء الازهر الشريف اللي ايه دي نزل امتا نزلت لي ايه اسبابة ده اللي نعرفه النهاردة من فضيل الدكتور محمد عبد الرب فقرات متنوعة النهاردة اليوم الجمعة نتمنى طبعا ان انتو حضراتكم تستمتعوا معينا بكل فقراتنا للنهاردة احنا معنا تقرير رياضة طبعا معنا كابتن عفت سمعت طول الوقت عملت تسأل يا جماعة في رياضة النهاردة في رياضة النهاردة شو ما تلعب رياضة انت طبعا سعيدوا تبرينات تقوية الزهر والبطن تابعوا الزهر والبطن ورجع لكم مرة تأخرى